عبرت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة عن سعادتها بالتوصيات التي نتجت عن اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بعد زيارته الميدانية أمس إلى المحرك والتوقف عند الخدمات العامة والبنية التحتية معاليها عربة اعتزازها باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وحرصه على مصلحة مملكة البحرين وشعبها وبالأخص المحرق حيث التحضيرات والعمل لاستكمال طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو قبيل عام 2018 الذي يجعل من المحرق وجهة عالمية كعاصمة للثقافة الإسلامية وبهذا الخصوص أكدت أن توجيهات سموة في الحفاظ على حرمة الفرجان والأحياء الشعبية هي في صميم أهداف مشروع طريق اللؤلؤ حيث أن الحفاظ على التراث العمراني وأصالته هو في المقام الأول للمشروع بالإضافة إلى تفعيل مشاريع تنموية مستدامة تعود بالخير على أهل المحرق وتعيد من تركها من أهلها لبيوتهم بعد ترميمها بدلا من هدمها وبناء مبانا غير متوافقة مع تراث المدينة كما أضافت أن الفرص الاستثمارية التي سيمنحها طريق اللؤلؤ ستجعل أهل المحرق يسكنون ويعملون في مدينتهم تعزيزا لانتمائهم لأرضهم ومجتمعهم وأكدت هيئة الثقافة مراجعتها عن كثب تطبيق الاشتراطات العمرانية الخاصة بمدينة المحرق التاريخية التي تضمن تطبيق تصنيف المناطق العمرانية السكنية والتجارية تطبيقا دقيقا دون استثناءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالأخص بلدية المحرق ترجمة نانسي قنقر